بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد رسالة هادئة إلى بعض الآباء رسالة هادئة إلى بعض الأخوان رجاء رجاء نستمع رجاء نستمعي أحد العلماء الكبار في النجف الأشرف عندما في يوم من الأيام جلس عند الصباح ورأى ابنته قد أطالت الوقوف عند المرآة أطالت الوقوف عند المرآة وإذا يقول هذا العالم الديني الكبير أنذاك يقول لزوجته بأن الفتاة تريد أن تتزوج فقالت له زوجته كيف علمت قال لأنها قد أطالت الوقوف عند المرآة بدأت تنظر إلى محاسنها وإذا بهذا العالم بدأ يفكر بشكل جدي أن يجد لابنته زوجا صالحا وذهب إلى الدرس وأخبر طلبته من يريد أن يتزوج اختار مجموعة من الطلب الجيدين فقال له نحن لا نفكر بالزواج الآن فقال أحدهم أنا أريد أن أتزوج فإذا بهذا العالم الديني يزوج ابنته بعد موافقتها من هذا الشاب يعني ماذا نتعلم ماذا نتعلم أيها الأحبة نتعلم رجاء 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 عندما تكون ابنتك مؤهلة للزواج عندما ترينها وأنت تراها يعني لديها بعض التصرفات لديها بعض الإشارات والعلامات تريد أن تتزوج رجاء أن ابحث لها عن زوج قبل أن تبحث هي لها عن زوج فتقعون لا سمح الله باختيار غير جيد لأن الفتاة سوف تفكر بعاطفتها دون عقلها هذا المرجع الديني الكبير علم بأن هذه الفتاة ابنته عندما أطالت الوقوف أمام المرآة وتنظر إلى محاسنها أي أنها تريد أن تتزوج وأصبحت مؤهلة للزواج فاستبق الأمر فاستبق الأمر واختار لها زوجا فيا أيها الأخ العزيز يعني عندما تجد بأن أختك أو بنتك فيها علامات الزواج لغير ذلك وهي تطلب الزواج عفواً وهي تطلب الزواج ابحث لها عن زوج قبل أن تبحث هي بنفسها عن زوج وثم في بعض الأحيان إذا ما بحثت ووجدت يبدأ الرفض بعد ذلك يبدأ الرفض بعد ذلك كلما جئت أنت بعد ذلك لها بالزوج سوف تقوم برفضه أو إنها تتزوج مجبرة وتعيش حياة ملأها يعني المشاكل وربما ترجع عليكم مطلقة لماذا تفعل ذلك يا أيها العزيز يا أيها الكريم ولذلك نجد بأن الأب الذي لا يهتم لهذا الأمر كما يروي آية الله السيد حسين تستغيب عندما رأى أحد المؤمنين في عالم الرؤية وكان هذا المؤمن في جنته البرزخية وجلس بقربه ويسأله عن حاله فقال بحمد الله أنا في خير حال ولكن لاحظ بأن هناك نحلة تأتي فيفتح هذا الرجل المؤمن فمه يعني مكرها ويخرج لسانه وهذه النحلة تقوم بلدغ لسانه فيتأذى ويتغير لونه وعندما سأله لماذا قال بسبب ابنتي بسبب ابنتي كل ما جاء عليها زوج كل ما جاء إليها خاطب أنا أقول بلساني هذا أنا رافض أنا أقول بلساني هذا لا أقبل أن تتزوج من فلان ولو وجدته مناسبا في بعض الأحيان ولكني أفكر لها بشخص آخر والنتيجة بأنها بقيت بلا زواج بقيت بلا زواج كبرت في السن وبقيت بلا زواج فكلما فكلما يأتي عليها وقت وتتحسر على عمرها وترى الأخريات تزوجنا وهي باقية في البيت وتبكي جاءت هذه النحلة ولدغت لساني الذي كنت أقول فيه لا أرضى بفلان ولا أقتنع بفلان النتيجة بأنه قال هذا الرجل لآية الله سيد حسين تستغيب أرجو منك أن تنقذني والسيد حسين تستغيب بعد ذلك ذهب إلى بيت صديقه وبعد مشورة بين الأهل والأقارب استطاع أن يجد لها زوجا مناسبا فلماذا يا أيها العزيز يا أيها الكريم ابحث عن زوج لابنتك قبل أن تبحث هي وتدخل في هذا العالم لا سمح الله عن طريق غير صحيح قدر الإمكان ورجاء أن كن بذكاء هذا العالم كن بذكاء هذا العالم المرجع الديني وهي ابنة مرجع ديني فتاة مؤمنة صالحة ولكن هذه مشاعر عندما تنضج الفتاة تتمنى وتريد أن تتزوج فرجاء أن أختر لها زوجا قبل أن تختار هي وتقعون في المشكلات برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر